الهواتف اللي نزلت الفترة الاخيرة بشكل كبير جدا بقتميل انها تكون شبيهة للآيفون لدرجة اننا من كترة ما تكلمنا عليهم شبه عملنا سلسلة هنا في القناة عنهم من بقى مراجعات الى مقارنات ما بينهم فيديو نهاردة بقى معنا شبيه مميز للآيفون بيجي مع مواصفات مميزة واداء راقي وهنتعرف بقى على كل مواصفاته واسعاره بكل حيادية ومن غير اي تطبيل واكيد طبعا انتو عارفين احنا بنتكلم على ايه اكيد طبعا من ايه عنوان ومن الصورة وهو التكنوسبارك تين برو فيديو النهاردة بقى هيكون فيديو مفصلي بالنسبة للجهاز ده هنشوف فعلا هل يستحق الدقة الكبيرة جدا اللي معمول عنه دي ولا لا عايزك بقى تركز معيها كويس جدا بس قبل ما نبدأ طبعا ما تنساش دعمنا يا برو باللايك للفيديو ده وتشترك معنا في القناة عشان تبقى برو ماكس وعشان تبقى قلطرة ما تنساش ان انت تتبعنا على جميع وسائل التواصل الاجتماعية هتلاقي كل الرابط في وصف بتاع الفيديو ده يلا بينا نخش على المواصفات الكاملة للجهاز اولا طبعا هنبدأ مع التصميم ثم الشاشة بالنسبة للتصميم الجهاز ده فما بيختلفش كتير جدا عن نفس تصميم اخواته من اشباه الايفون التانين فهنا بيجينا مع فريم من البلاستيك لكن مع ظهر من الزجاج والزجاج اللي في ظهر الجهاز بيكون بلون مطفي اذا كان بقى هتجيب النسخة اللي باللون النسود او النون البيض لكن المربع بتاع الكاميرات في كلا اللونين بتاع الجهاز بيكونوا فيهم كده لمعان بيحسسوك ان هم بارزين عن الجهاز عن ظهر الجهاز كده زي ايفون بس هم بيكونوا في نفس مستوى الفريم او الظهر بتاع الجهاز بالنسبة بقى للوزن فهو بيكون 208 جرام وتقدر تركب شريحتين بالاضافة لمكان مخصوص لتركيب زاكرة خارجية بالنسبة لشاشة الجهاز فهي بتكون من نوع IPS LCD بتردد 90 هيرتز مع حجم 6.8 انش لكسافة بيكسلات 396 بيكسل لكل انش ودقة شاشة FHD بلاس ففي المجمل كده الشاشة تعتبر ممتازة من حيث الحجم ومن حيث برضو دقة الشاشة بالاضافة لتردد 90 هيرتز ففي المجمل الشاشة تعتبر ممتازة جدا في فئته السعرية مخصوص بقى النقطة الاهم وهي الاداء الاداء هنا هيكون معانا مدعوم بمعالج الميديا تيك هليو جي 88 بدقة تصنيع 12 نانوميتر والمعالج ده طبعا غني عن التعريف ومشهور كويس جدا في كتير من اجهزة اللي تعتبر في نفس فئته السعرية بتيجي مع المعالج ده والمعالج ثابت كفقته في الاداء اذا كان بقى اداء في علعاب متوسطة او خفيفة فمعالج كويس جدا بيكون كمان معاه معالج رسومي مالي جي 52 MC2 بالنسبة لمساحات التخزين فاحنا هنا معانا مساحتين مساحة 128 مع 4 رام او 8 جيجا بايت رام ومساحة 256 مع 8 جيجا بايت رام وطبعا بتقدر تراكب زاكرة خارجية في منفذ منفصل ونتوجه بقى لنقطة تانية وهي الكاميريات اللي هيكون منتظرها متابعين كتير جدا الكاميرات هنا بتجدنا مع الشكل شبيه جدا للجهاز المشهور وهو الريلمي سي 53 اللي عملنا له هنا مراجع على القناة وكمان عملنا له مقارنة ما بينه ما بين الريدمي 12 اللي برضو بيكون شبيه للآيفون لو ما شفتوش المقارنة دي هسبها لكم في اخر الفيديو ده او في الاي ولو حابين نعمل مقارنة ما بين الريلمي سي 53 انغالي عن التعريف مقابل التكنو سبارك فاكتبولي في التعليقات ممكن نعمل المقارنة دي لو لقيت تعليقات كتيرة بتقول لي اعملها بالنسبة لكاميرات التكنو سبارك فاحنا هنا معانا كاميرا رئيسية 50 ميجا بيكسل وكاميرا تانية 0.0.8 ميجا بيكسل وبتكون للعزم وطبعا الكاميرا التالتة مش كاميرا دي فلاش وبيصور هنا فيديوهات لحد 1440 بي في 30 فريم والكاميرا السيلفي بتكون 32 ميجا بيكسل بتصور فيديوهات لحد 1440 في 30 فريم وصراحة ان الكاميرات هنا تعتبر من الكاميرات المميزة في الهواتف اللي بتكون شبيهة للآيفون بحيث انها بتيجي بميجا بيكسل عالية جدا فبتلع نلاحظ تفاصيل كويسة جدا في الصور اذا كانت بقى صور بالكاميرا الخلفية او الامامية بعكس اجهزة تانية بتكون شبيهة للآيفون وفي نفس الفيهة السعرية بالنسبة للصوتيات فاحنا للاسف معنا سماعة مونو مش استيريو بالنسبة لمدخل التلاتة ونصف ميلي فبيكون مدعوم والبلوتوث بيكون 5.3 والانف سي بيكون مدعوم في الجهاز ده ومدخل الشحن بيكون اليوس بي تايب سي 2.0 بيكون دعم للأي تي جي وبالنسبة للمستشعرات فالجهاز هنا بيجي مع مستشعر البصمة في زر باور والجهاز زينا بيكون دعم للبروكسيميتي سنسور لكن للأسف مبيكونش دعم للجيروس كوب وبخصوص بطارية الجهاز فبتكون بقدرة 5000 ميلي امبير مع شحن سريع 18 واط وطبعا هنا انت ميكروس الشحن بيتيجي في العلبة وكل حاجة في العلبة فما تشيلش اهم الموضوع ده ما تخافش تيكنوم زي بقيت الشركات الثانية او لسه يعني ما بقيتش شبههم فنتمنى ان هي ما تبقاش شبههم والشركات الثانية ترجع بقى ايه لصعوبها كده ويتنزل حاجة في العلبة ونبقى كويسين مع بعض وسعر الجهاز بيبدأ بـ 195$ او نقول يعني حدود الـ 200$ لأول نسخة وهي 128.4 جيجا بايت ريم